يقول السائل هل يسح القول بأن تارك الصوم كافر في بعض البلاد دون بعض لكونه معلوما من الدين بالضرورة عند أهل هذا البلد إذا ترك الصوم مستبيحا لتركه وقال الصوم له بواجب وله بلازم فهذا كافر لإجماع المسلمين لأنه مكذب لله ولرسوله ولما علم من الدين بالضرورة أما إذا كان يعترف بوجوب الصوم ولكنه تركه كسلا وتعاجزا فهذا فاعل لكبيرة من كبائل الذنوب عليه التوبة وعليه قضاء اليوم أو الأيام التي أفطرها